موسيقى دوماً مع سلسلة لنتعلم الإعراب ستكون لنا في هذه الحصة تدريبات متنوعة على الإعراب من خلال إعراب هذه الجمل بعد إعراب هذه الجمل سوف تتمكن بني من معرفة فعل الأمر والحال والمضاف إليه المضارع المنصوب الصفة الإسم المجرور الفعل المضارع المبتدأ والخبر الفعل الماضي وغيرها من النصائح والتوجيهات القيمة دائماً الكراس والقلم إضافة إلى علبة عصير من أجل النشاط مع التركيز ستفهم بإذن الله تعالى سأعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أبي أمهاتي أبناء الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن في درسنا اليوم سوف نتدرب بشكل عملي على إعراب هذه الأمثلة لنقرأ هذه الأمثلة أولاً الجملة الأولى تراجع البنتان درس القواعد الجملة الثانية إلعب كرة القدم بأخلاق الجملة الثالثة دخل اللاعبون مهرولين الجملة الرابعة اجتهد حتى تنجح ثم لدينا الجملة الخامسة شاهدت منظراً جميلاً الجملة السادسة أحمد تلميذ متفوق إذن هذه هي الجملة التي سنتدرب على إعرابها بطريقة صحيحة سنبدأ بالجملة الأولى لاحظوا الجملة الأولى تراجع البنتان درس القواعد الآن هذه الجملة بماذا ابتدأت هذه الكلمة يجب أن نحدد نوعها هل هي اسم أم فعل أم حرف لاحظوا تراجع هي مأخوذة من الفعل راجع إذن هذه الكلمة هي فعل وبالتالي نقول أن هذه الجملة هي جملة فعلية الآن أستعيد أو أرجع بالذاكرة إلى الخلف ضمن دروس الجملة الفعلية قلنا الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل أو فعل وفاعل ومفعول به دعنا نتذكر هذا الأمر الآن قلنا هذه الكلمة هي فعل بعد أن عرفنا أن هذه فعل نحدد الآن الزمن دائما إذا قلت الفعل حدد الزمن تراجع في أي زمن هذا الفعل؟ تراجع إذن المضارع أو الحاضر كيف عرفنا ذلك؟ لدي علامتان العلامة الأولى وهي لاحظوا هنا هذا الحرف التا هو واحد من حروف المضارعة وهي آنيت أو نأتي الألف والنون واليا والتا إذن هذه الحروف تتصل فقط بالفعل المضارع إذن لاحظوا ها هو حرف المضارعة ثم لدينا هنا الضمة لأن الفعل المضارع يكون مرفوعا إذن كإعراب لهذه الكلمة ماذا نقول إذن؟ هو فعل ومضارع أي في الزمن الحاضر كيف يكون الفعل المضارع؟ الفعل المضارع يكون دائما مرفوعا إلا في حالتين الحالة الأولى يكون منصوب إذا سبقته أدوات النصب ويكون مجزوم إذا سبقته أدوات الجزم وسنأتي لكتعرف على هذه الحالات شيئا فشيئا في الدروس القادمة الآن تراجع قلنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره لنسجل هنا تراجع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره الآن أنهينا إعراب الكلمة الأولى الكلمة الأولى فعل الفعل إلى ماذا يحتاج يا أبنائي؟ الفعل يحتاج دوما إلى الفاعل إذا أعربت وقلت فعل فابحث مباشرة عن الفاعل وإلا فإن جملتك ناقصة وإعرابك خاطئ الفعل مباشرة يحتاج إلى الفاعل لأن الجملة تكتمل بوجود الفاعل طيب تراجع هذه فعل الآن نطرح السؤال من؟ من التي تراجع درس القواعد؟ من؟ سبق لنا في الدرس الأول ضمن سلسلات لنتعلم الأعراب أو قلنا؟ قلنا أن الفاعل نعرفه من خلال طرح السؤال من؟ نضح هنا من؟ من التي تراجع درس القواعد؟ البنتان إذن البنتان هي الفاعل إذن الفاعل يا أبنائي في اللغة دائما يأتي مرفوع حذاري أن تقول فاعل منصوب أو فاعل مجرور أو فاعل مجزوم هذا خطأ فاعل مرفوع الآن لنلاحظ علامة الرفع أين هي هنا؟ العلامة الآن العلامة هي الألف وليس الضمة الألف لماذا الآن؟ من المفروض لو كانت مفردة هذه الكلمة ماذا نقول؟ تراجع البنت لاحظوا ستظهر الضمة هنا ولكن هذه الكلمة الآن البنتاني هنا مثنة بمعنى إثنان وبالتالي ستتحول الآن العلامة الإعرابية الآن من الضمة أو الحركة الإعرابية الآن من الضمة إلى الألف إلى الألف إلى الألف هذه الألف هي ألف المثنى ألف المثنى وبالتالي نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى لأنه مثنى إثنان إذن نعيد إعراب كلمة البنتان هنا البنتاني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف الألف لأنه مثنى إذن تغيرت هنا الحركة الإعرابية من الضمة إلى الألف نواصل الآن تراجع البنتاني درس القواعد الآن سأغير السؤال سابقا قلت من عرفت بها الفاعل الآن سأقول ماذا؟ ماذا تراجع البنتاني؟ ستقول لي درس القواعد إذن هذه الكلمة هي مفعول به إذن خذوا هذه القاعد لمعرفة الفاعل نطرح السؤال من؟ لمعرفة المفعول به نطرح السؤال ماذا؟ إذن نضع هنا ماذا تراجع البنت؟ تراجع البنتاني درس إذن هذه مفعول به مفعول به كيف يكون؟ المفعول به يكون دائما منصوبا إذن ها هو أمامكم منصوب لاحظوا يا أبنائي دائما في الإعراب نركز على حركة الحرف الأخير في الكلمة هذه الكلمة اذهب إلى الحرف الأخير وركز على الحركة هنا لاحظ ولهذا كتبتها بلون مغير إذن هذا مفعول به ماذا نقول؟ منصوب إذا شاهدت الفتحة قل منصوب وإذا شاهدت الضمة فقل مرفوع وإذا شاهدت الكسرة فقل مجرور مفعول به منصوب ونكمل الإعراب لا نقول مفعول به ونصمت هذا خطأ هذا إعراب ناقص أو مبتور وبالتالي نقول هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره دعنا نسجل الإعراب درسة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نواصل الآن لاحظوا درس القواعد درس القواعد إذن هذه الكلمة نكرة وهذه الكلمة معرفة الآن تراجع البنت درسة لو نصمت هنا تراجع البنت درسة هذه الكلمة مبهمة درسة هذه مبهمة غير معرفة هي نكرة درسة ماذا؟ تحتاج إلى بعض التعريف درس القواعد لاحظوا حتى من حيث النطق درس القواعد إذن هذه الكلمة أضفناها إلى هذه الكلمة حتى تبين لي ما نوع هذا الدرس ما نوع هذا الدرس هو درس القواعد إذن هذه الكلمة أضفناها إلى هذه الكلمة حتى تبينها لنا وبالتالي فهذه الكلمة يا أبنائي هي مضاف إليه والمضاف إليه دائما احفظوا هذه الصيغة متى نقول مضاف إليه؟ يقول لديك هنا كلمة نكرة نكرة والكلمة التي وراءها معرفة فنقول درس القواعد كتاب القراءة ساحة المدرسة وهكذا لاحظتم كيف النغمة؟ لديها نغمة مميزة في ناء البيت الأولى تكون نكرة والثانية تكون معرفة بهذا الشكل ولكن عندما ننتهي من إعراب كلمة درسة قلنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نضيف هنا في الأخير كلمة وهو مضاف وهذا حملا؟ إذن لنعيد إعراب الآن كلمة درسة درسة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ثم نضيف وهو مضاف الآن نكمل القواعد قلنا مضاف إليه والمضاف إليه في الإعراب يا أبنائي دائما مجرور حذاري أن تقول مضاف إليه مرفوع أو مضاف إليه منصوب احفظ هذا الأمر المضاف إليه دائما مجرور لحظة فنكمل الآن الإعراب القواعد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وبهذا نكون قد تمكننا من إعراب الجملة الأولى كاملة دون نقصان هل سجلتم يا أبنائي القواعد والملاحظات التي ذكرناها منذ قليل؟ جميل تعالوا معي الآن لنحاول إعراب الجملة الثانية إلعب كرة القدم بأخلاق الآن استمعوا كيف سأقرأ هذه الجملة استمعوا إلى السياق إلعب كرة القدم بأخلاق ماذا يوجد في هذه الجملة؟ إلعب نعم يوجد أمر طلبت منك أو أمرتك أن تلعب كرة القدم بأخلاق لنلاحظ هذه الكلمة هنا هذه الكلمة إلعب هي مأخوذة من الفعل لعبة إذن هذه الكلمة هي فعل وليست اسم لكن هذا الفعل هل هو فعل ماضي؟ إلعب هل هو فعل مضارع؟ هل هو فعل أمر؟ نعم يا أبنائي هذا الفعل هو فعل أمر سأعطيكم أمثلة إلعب إشرح اجتهد اجلس أخرج لاحظتم كيف فعل الأمر؟ إذن هذا فعل أمر والفعل الأمر يا أبنائي دائما يكون مبني مثله مثل الفعل الماضي الفعل الماضي يا أبنائي يكون مبني والفعل الأمر أيضا يكون مبني لكن فعل الماضي يكون مبني على السكون أو عفوا الفعل الماضي يكون مبني على الفتح أما فعل الأمر فيكون مبني على السكون فماذا نقول هنا بالنسبة لهذا الفعل إلعب نقول إلعب فعل أو فعل أمر مبني على السكون فعل أمر مبني على السكون هكذا يكون الإعراب تذكروا ما قلته لكم منذ قليل إذا قلت الفعل فابحث عن الفاعل أين هو الفاعل هنا في هذه الجملة إلعب سأطرح السؤال من؟ من الذي سيلعب؟ إلعب من الذي سيلعب؟ بالتأكيد أنت أنا أخاطبك أنت إلعب كرة القدم ولكن أين هي أنت هنا؟ أين هي هنا في الجملة أنت؟ إلعب أنت إذن من المفروض أن هنا كلمة أنت توجد في هذا المكان ولكنها مختفية الآن كلمة أنت إلعب أنت كرة القدم بأخلاق فنقول يا أبناء في هذه الجملة أن الفاعل ضمير مستتر مختفي لا يظهر إذن الفاعل هنا يا أبناء ضمير مستتر خذوا هذه الملاحظة الفاعل دائما عندما تكون لديك جملة وهذه الجملة فيها فعل أمر فإن فاعلها دائما ضمير مستتر أي جملة عندك فيها فعل أمر فيها فعل أمر ابتدأت بفعل أمر فإن فاعلها دائما ضمير مستتر وبالتالي نقول هنا إلعب فعل أمر مبني على السكون نواصل الآن والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت إذن والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت هكذا يتم إعراب هذا الفعل وفاعله المستتر إلعب أنت كرة القدم الآن ماذا ستلعب أنت؟ سنطرح السؤال ماذا؟ وماذا قلنا نعرف بها المفعول به في الجملة لاحظوا هنا إلعب أنت كرة القدم بأخلاقي نطرح السؤال ماذا؟ ماذا ستلعب أنت؟ ستقول لي كرة القدم إذن كرة يا أبنائي هي مفعول به نتذكر دوما ما نصحتكم به إذن مفعول به كيف يأتي المفعول به؟ منصوب ها هو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لنسجل الإعراب مرة أخرى كرة هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كرة القدم نتذكر مجددا كرة القدم هذا نكرة وهذا معرفة إذن هذا ما هو إعرابه؟ مضاف إليه إذا كان هذا مضاف إليه ماذا نضيف هنا؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره مضيف وهو مضاف وهو مضاف والقدم هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره دعنا نسجل هذا الإعراب القدم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره نمر الآن إلى إعراب هذه الكلمة بأخلاق لو تلاحظون أن هذه الكلمة هي كلمة مركبة من شقين الشق الأول وهو البي هذه وكلمة أخلاق البا هذه يا أبنائي هي واحدة من حروف الجر واحدة من حروف الجر إذن حروف الجر يا أبنائي هي إلى على في ثم عن ومن ولدينا تلك الحروف الثلاثة المجموعة في كلمة كلب أكرمكم الله وهي الكاف واللام والبا ها هي البا حرف جر إذن البا يا أبنائي نعربها حرف جر كل حروف الجر نعربها بهذا الشكل وهو حرف جر الآن هذا حرف الجر الإسم الذي يأتي بعد حرف الجر الإسم الذي يأتي بعد حرف الجر نعربه دائما هكذا إسم مجرور بحرف الجر نذكر حرف الجر ومجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره دعنا نطبق على هذا الكلام الباء قلنا حرف جر أخلاق هي اسم مجرور بالباء ما هو الحرف الذي جرها؟ هي الباء إذن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره نسجل الإعراب هنا على الصبورة الباء حرف جر أخلاق اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لازلنا دوما مع التدريب على إعراب مثل هذه الجمل نمر الآن إلى الجملة الثالثة دخل اللاعبون مهرولين دوما نبدأ إعراب هذه الجملة من أولها دخل نحدد نوع هذه الكلمة دخل هي فعل وبالتالي فهذه الجملة أيضا جملة فعلية فكل هذه الجمل الجملة الأولى والجملة الثانية والجملة الثالثة كلها قد بدأت بأفعال فهي جمل فعلية إذن دخل هي فعل نحدد دوما زمن الفعل دخل في أي زمن؟ دخل في الزمن الماضي إعراب الفعل الماضي يكون دائما هكذا فعل ماضي مبني الفعل الماضي يكون دائما مبني إذن فعل ماضي مبني على الفتح لاحظوا هنا الحرك إذن فنقول دخل إعرابها دخل هي فعل ماضي مبني على الفتح فعل إلى ماذا يحتاج؟ إلى فاعل هذا شيء متفق عليه الآن الفاعل نعرفه بطرح السؤال من؟ من الذي دخله؟ اللاعبون إذن اللاعبون هي الفاعل هذه الكلمة هي الفاعل فماذا نقول هنا في الإعراب؟ اللاعبون فاعل كيف يكون الفاعل يا أبنائي؟ مرفوع تذكروا النصائح التي ذكرتها فاعل مباشرة وراءها مرفوع مرفوع وعلامة رفعه الآن نشوف العلامة الآن العلامة من مفروض أنها تكون الضمة فلو قلت لكم دخل اللاعب سأجعل هذه الكلمة مفردة اللاعبون جامع سأجعلها مفردة الآن دخل اللاعب لاحظتم كيف ظهرت الضمة؟ الآن سأحولها إلى صيغة الجمع دخل اللاعبون الآن العلامة الإعربية والحركة الإعربية هنا الضمة اختفت وحلت في محلها الواو الآن لماذا اختفت الضمة وحلت في محلها الواو؟ لأننا غيرنا هذه الكلمة من المفرد إلى الجمع وبالتالي فنقول أن هذه الكلمة هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه هي الواو لماذا الواو؟ لأنها جمع مذكر سالم هذه الكلمة تنتهي بواو ونون لاعب لاعبون فلاح فلاحون معلم معلمون إذن هذا الجمع اسمه جمع مذكر سالم وبالتالي اللاعبون يا أبناء يكونوا إعربها بهذا الشكل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم دخل اللاعبون مهرولين الكثير منكم سيطرح في هذه الجملة سؤال ماذا؟ لنجرب ماذا دخل اللاعبون؟ ما رأيكم في سياق السؤال هنا؟ هذا السؤال خاطئ وغير مناسب ماذا دخل اللاعبون؟ لا إذن هنا لا يوجد لدي مفعول به لا يوجد لدي مفعول به ليس مثله مثل هنا مثلا تراجع البنتان درس القواعد فأقول ماذا تراجع البنتان؟ ستقول درس القواعد هنا السؤال مناسب أما هنا ماذا دخل اللاعبون؟ هذه طرأ صيغة السؤال خاطئة فما هو إعراب كريمة مهرولين؟ الآن اللاعبون هنا كيف دخلوا؟ غيرت السؤال الآن وطرحت السؤال كيف سأضع كيف هنا كيف دخل اللاعبون؟ ها هنا ستجيبني وتقول لي دخل اللاعبون مهرولون مهرولين عفوا إذن مهرولين هذه الكلمة بيّنت لنا حالة اللاعبين حالة اللاعبين حالة دخول اللاعبين دخلوا مهرولين إذن هذه الكلمة يا أبنائي سيكون إعرابها حال ونعرف الحال يا أبنائي في الجملة بطرح السؤال كيف لنجدد الآن معلوماتنا الفاعل نطرح السؤال من؟ المفعول به نطرح السؤال ماذا؟ أما الحال فنطرح السؤال كيف؟ فنقول هنا حال منصوب الحال مثله مثل المفعول به يكون دائما منصوب إذن حال منصوب وعلامة نصبه من المفروض هنا تأتينا الفتحة لأن علامة النصب الفتحة ولكن الآن العلامة هي اليا لماذا اليا يا ترى؟ لأنه جمع مذكر سالم هنا جمع مذكر سالم فإن العلامة الإعرابية هي اليا مهرولين مثلا كلمة فلاحين معلمين لأن في حالة النصب تكون لدينا اليا أما في حالة الرفع تكون لدينا الوا لاحظ فاعل مرفوع وضعنا هنا الوا أما هنا حال منصوب فإننا وضعنا اليا إذن في حالة الرفع لدينا الوا أما في حالة النصب لدينا اليا فماذا نقول هنا؟ ألا أو مهرولين إذن حال منصوب وعلامة نصبه اليا لأنه جمع مذكر سالم دائما مع جو الإعراب نمر الآن والنحاول إعراب الجملة الرابعة اجتهد حتى تنجح لنبدأ بإعراب الكلمة الأولى واستمعوا إلى سياق الجملة أولا اجتهد حتى تنجح قد مر علينا هذا السياق منذ قليل هنا مع الجملة الثانية إلعب إذن اجتهد واضح هنا هذا الفعل هو فعل أمر طلبت منك الإجتهاد أمرتك بالإجتهاد إذن هذا فعل أمر وفعل الأمر يكون دائما مبني قلنا مثله مثل الفعل الماضي إذن ماذا نقول هنا يا أبنائي؟ اجتهد فعل أمر مبني على السكون مبني على السكون اجتهد فعل أمر مبني على السكون تذكروا أيضا الملاحظة التي قلتها لكم جملة وفيها فعل أمر فاعلها كيف يكون؟ يكون فاعلها دائما ضمير مستتر إذن سنكمل هنا الإعراب فعل أمر مبني على السكون والفاعل من المفروض هنا اجتهد من؟ أنت حتى تنجح إذن أنت هنا مختفية إذن مستتر هنا الفاعل مختفي وبالتالي نقول هنا والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت لنعيد الإعراب كاملا هنا على الصبورة اجتهد فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت نكمل اجتهد حتى لاحظوا هذا الحرف حتى هذا الحرف هو واحد من حروف النصب هو واحد من أدوات النصب أدوات النصب هي أن وحتى ولن وكي ولام التعليل لدينا خمسة أن وحتى ولن ولام التعليل إذن هذه هي أدوات النصب نعيدها أن لن حتى كي ولام التعليل إذن هذه الأدوات أدوات النصب تدخل على الفعل المضارع الفعل المضارع يكون مرفوعا فعندما تدخل عليه تجعله منصوبا تغير من علامته الإعربية يكون مرفوع فيتغير الآن ويصبح منصوب لاحظوا كيف أصبح هذا فعل مضارع من المفروض أنه يكون مرفوعا ولكنه عندما سبقته أو دخلت عليه أدوات النصب أصبح منصوب فماذا نقول الآن بالنسبة للإعراب حتى كلمتين حرف نصب فقط حتى وكل أدوات النصب أو حروف النصب كلها تعربها كذا حرف نصب الآن هذا فعل مضارع لا نقول مرفوع الآن كيف أصبح منصوب بحتى نذكر هنا الشيء الذي جعله منصوب إذن فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره دعنا نسجل الإعراب على الصبورة تنجح أعيد فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وبهذا نكون قد تمكننا من إعراب الجملة الرابعة كاملة نوصل وإياكم لإعراب الجملة الخامسة شاهدت منظرا جميلة إذن نحدد نوع هذه الكلمة الآن هذه الكلمة شاهدت هي فعل أليس كذلك ثم نحدد زمنها شاهدت متى؟ في الماضي إذن هو فعل ماضي ولكن دعونا نتأمل جيدا هذه الكلمة هذه الكلمة أيضا هي كلمة مركبة فيها شطران شاهدت تركزوا معي جيدا شاهدت قلنا هذه هي فعل ماضي والفعل الماضي يا أبنائي يكون مبني إذن فنقول فعل ماضي مبني مبني على ماذا؟ لاحظوا هنا الفعل الماضي هنا مبني على الفتح وهنا مبني على السكون ما هو السبب؟ لاحظوا هنا الفعل الماضي لم يتصل به شيء فهو مبني على الفتح وهنا اتصلت به هذه التاء المتحركة هذه التاء المتحركة سواء بضمة أو بفتحة أو بكسرة شاهدت شاهدت شاهدتي هدئتي إذن كل هذه التاءات لما تتصل بهذا الفعل فإنه يتغير هنا مبني على الفتح فيصبح مبني على السكون وهذه التاء تسمى تاء الفاعلية تاء الفاعلية أي أننا فيما بعد سنعربها فاعل واضح الأمر إذن نواصل شاهد تعرب بهذا الشكل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعلية لاتصاله بهذه التاء المتحركة ما معنى التاء المتحركة فيها ضمة أو فيها فتحة أو فيها كسرة إذن فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعلية الآن هذه التاء ستعرب لاحقا قلنا فاعل شاهدت منظرا جميلا من الذي شاهد هنا؟ شاهدت شاهدت يعني أنا إذن هذه التاء نقوله ضمير متصل لاحظوا هنا متصل بهذا الفعل ضمير متصل في محل رفع فاعل إذن أعيد الإعراب بنسبة لهذه الكلمة كاملة شاهد هو فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعلية والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل نواصل ماذا شاهدت يا أبنائي؟ ماذا شاهدت؟ ماذا؟ نعرف بها المفعول؟ به شاهدت منظرا إذن فعل وهذه الفاعل وهذه مفعول به فنقول منظرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره شاهدت منظرا جميلا هذا المنظر صفوه لي منظرا ما به جميلا إذن هذه الكلمة يا أبنائي وصفت لنا هذه الكلمة هذا المنظر صفوه لي فستقولون منظرا جميلا فهذه الكلمة يا أبنائي نعربها صفة أو نعت نفس الكلام نقول صفة أو نعت الصفة يا أبنائي تتبع ما قبلها في كل شيء كيف نعرف الصفة في الجملة؟ كيف نعرفها؟ سنجد أن الصفة قد اتبعت أو قد تطابقت مع الكلمة التي قبلها في كل شيء لاحظ هذه الكلمة نكرة إذن هذه الكلمة نكرة لا يوجد فيها أل هنا لا يوجد فيها أل هذه الكلمة منصوبة هذه الكلمة منصوبة هذه الكلمة مفردة هذه الكلمة مفردة هذه الكلمة مذكر هذه الكلمة أيضا مذكر ألا تلاحظون أن هذه الكلمة قد تطابقت مع الكلمة التي قبلها في كل شيء اتبعتها في كل شيء هذه هي الصفة إذن نقول صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها أو لدينا عراب آخر نقول نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نسجل الإعراب هناك جميلا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أو نقول صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره نواصل مع الجملة الأخيرة وهي أحمد تلميذ متفوق سنحاول إعراب هذه الجملة نبدأ بالكلمة الأولى أحمد من هو هذه الكلمة؟ آه الآن تغير الأمر أحمد هذه الكلمة اسم ليست مثل باقي الجمل الأخرى كلها ابتدأت بفعل فقلنا أنها جملة فعلية وهذه ابتدأت باسم ماذا سنسميها؟ إذن هذه الجملة هي جملة اسمية انتبهتم إلى هذا الأمر؟ الجملة التي ابتدأت بفعل هي جملة فعلية مثل هذه كلها جملة فعلية الآن لدينا هذه الكلمة ابتدأت باسم أحمد اسم شخص فهذه الجملة هي جملة اسمية الآن جملة انتبهوا لهذا الكلام جملة بدأت باسم وهذا الاسم مرفوع نعربه دوما مبتدأ لماذا عربناه مبتدأ؟ لأننا بدأنا به الجملة الاسمية إذن هذه الكلمة أو هذه الكلمة تعرب مبتدأ والمبتدأ في اللغة يا أبنائي يأتي مرفوعا فنقول مبتدأ لاحظوا هنا الحركة مرفوع إذن هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخر نسجل هنا على الصبور أحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخر المبتدأ يا أبنائي يحتاج إلى شيء آخر ليقمل المعنى معنى الجملة لو حذفت هذا الكلام أحمد ما به أحمد أخبرونا عن أحمد أحمد تلميذا هنا جاء الخبر واكتمل معنى الجملة إذن يا أبنائي المبتدأ يحتاج إلى خبر حتى يكمل معنى الجملة فلا يمكن أن تقول مبتدأ وتصمد مثله مثل الجملة الفعلية الجملة الفعلية فعل لابد أن يوجد هناك الفاعل فكذلك الجملة الاسمية إذا قلت مبتدأ فإنه بحاجة إلى خبر إذن هذه الكلمة أكملت معنى الجملة وأخبرتنا عن أحمد أحمد تلميذا الآن يا أبنائي إعرابوا هذه الكلمة نقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره سجلوا هذه الملاحظة المبتدأ والخبر يكونان مرفوعين وانتبهوا أيضا إلى هذه الملاحظة المبتدأ عادة يأتي معرفة أما الخبر يأتي نكرة سجلوا هذه الملاحظة المبتدأ يأتي معرفة أما الخبر يأتي نكرة لاحظوا هذا معرفة لماذا معرفة لأنه اسم شخص واسم الشخص هو من المعارف أما هذا فهو نكرة لا يوجد فيه التحريف فهذا نكرة سجلتم هذه الملاحظة نواصل الآن هذا مبتدأ وهذا خبر الآن هذا التلميذ صفه لنا صفه لنا هذا التلميذ أحمد تلميذ متفوق لنعد إلى الخلف قليلا ماذا كنت أقول الآن هذه الكلمة تطابقت مع هذه الكلمة في كل شيء نكرة نكرة هذه مفردة مفردة هذه مذكر وهذه أيضا مذكر هذه مرفوع وهذه أيضا مرفوع وهذا الأمر نسميه الصفة أو النعد نفس الكلام هنا منظرا جميلا استميوا حتى إلى النغمة منظرا جميلا تلميذ متفوق دائما نركز على هذه المفاتيح لأنها ستعينني على الإعراب منظرا جميلا لاحظوا هذه النغمة أيضا تلميذ متفوق إذن يا أبنائي متفوق سيكون إعرابها بهذا الشكل قلنا نقول إما صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضم الظاهرة على آخرها أو نقول نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره سأحاول أن أختبر مدى فهمكم لهذه الجمل وكيفية إعرابها ستقومون بالآتي ستدونون أو ستسجلون هذه الجمل في ورقة خارجية على كراس المحاولات ثم ستحاولون لوحدكم دون مساعدة أحد سواء درس الأستاذ الذي سجله هنا أو مساعدة أحد الوالدين اجتنبوا هذا الأمر دعوا الأمر بينكم وبين الله سبحانه وتعالى ابتعدوا عن الغش سجلوا هذه الجمل ثم حاولوا شيئا فشيئا أن تعربوا وأن تتذكروا ما قلته منذ قليل بعدها سجلوا لي هذا الإعراب اكتبوه لي في التعليقات وسأطلع عليه بإذن الله وسأرى مدى فهمكم لهذا الدرس إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية الدرس الثاني ضمن سلسلة لنتعلم الإعراب أضرب لكم موعد آخر إن شاء الله في القريب العاجل مع دروس أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر